اشتركوا في القناة وقرد فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير القادم وكان كهربا قد فسخ تعقوده مع ناريه البرتغالي في وقت سابق مما يفتح الباب امام انضمامه للقلع الحمراء في يناير المقبل وفي اعقاب ذلك قررت ادارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور التقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القادم فيفا ضد اللاعب محمود كهربا ويستند الزمالك في شكواه على هروب كهربا من صفوف الفريق رغم ارتباطه بعقد رسمي مع الفريق فيما يدعي كهربا ان العقد المبرم مع الزمالك غير موسق من الاتحاد المصري لكرة القدم وتباهز ادارة الزمالك ملفا قويا في الوقت الحالي للتقدم بالشكوى رسميا طمعا في اقاف اللاعب وتضيع الفرصة عليه بالانضمام للغريم الازري النادي الاهلي في النهاية بشكركم مشاهدين متابعين ولا تنسوا ان تلعمونا بعمل لايك للفيديو مع الاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة